وارجعنا لكم مرة تانية ولست مكملين معاكو هنتكلم عن الديجيتال ماركتنج لازم كلنا نكون عارفين انها ضرورة لا استغناء عنها الديجيتال ماركتنج يا جماعة اكتر المواضيع تداولا عند الناس ولو انت صاحب عمل وبتسعى للنجاح يبقى لازم تعرف يعني ايه التسويق الالكتروني والفرق بينه وبين التسويق التقليدي حاجات تانية كتير هنعرفها النهاردة مع بعض مع ضيفي المهندس عبدالله محمد استشاري تسويق ومبيعات ومدرب تسويق الالكتروني وإدارة عمل اهلا بك استاذ عبدالله الحمد لله تمام من اوارنا النهاردة استاذ عبدالله انا عايز اعرف حاجة بنلاحظ ان السوشيال ميديا يعني انا بلاحظ ده بتفهمنا اكتر من اللازم يعني انا سيف تحت ابليكيشن مثلا عايزة دكتور اسنان ابو سأليه اعلان قدامي ممول بتكترة اسنان لا ده فيه حاجات اصعب كمان انت ساعت بتقولي انا يا دوبك فكرت ان انا محتاج اروح لدكتور اسنان مثلا مجرد تفكير وبيجيلي ناس تقولي انا مجرد تفكير بالذات في الكورسات او في المحاضرات يقولي انا مجرد ما بفكر هو ازاي بيعرف ان اوفكر في ايه هو ده شو قالي فهو لا هو مش لدرجة انت بتفكر في ايه قوي مش للدرجة ديه هو بيبقى عارف اهتماماتك بناء على التتبع اللي هو بيعمله لك النهاردة السوشل ميديا بتشتغل 50% ويمكن اكتر من طريقة شغلها باستخدام الاي اي والزكاء الاصطناعي والتتبع فهو ببساطة اي شات انت بتعمليه مع اي حد من اصحابك من عائلتك على فيسبوك انستجرام يواتساب اي سيرش بتعمله على السوشل ميديا او حتى برا المواقع بتاعت السوشل ميديا على جوجل مثلا هو بالتالي بيتتبعك فبيعرف مين الاهتمامات اللي عندك اللي انت محتاجه عشان يزهر لك الاعلانات الممولة او الاعلانات المدفوعة اللي اصحاب البزنس بيكونوا عاملينها زي مثلا دكاترة الاسنان بيعرض لك اعلانات ليهم وبتلاقي اعلانات كتير من مراكز كتير مش مجرد اعلان واحد لانه هو في النهاية مش منصات خيرية هي منصات ربحية هدف منصات السوشل ميديا انه هي تبيع الداتا دي او تبيع اهتماماتنا او تعرف العميل او هو صاحب البزنس احنا مهتمين بايه عشان يزهر لنا الاعلانات فهو بالتالي بيحقق دخل مدي من اصحاب المشاريع ان هما بيعملوا اعلانات ممولة فهو مش درجة بنفكر في ايه قوي بس هو بيتتبعنا ده 100% يعني هو بنسبة 100% بيتتبعنا بنسبة فوق الـ 50% السوشل ميديا بيشتغل بالـ AI فبقى يعدر بسهولة يعرف اهتماماتنا سننا احنا راجل ولا الجنس بتاعنا احنا موجودين فين بالزبط اللي انت موجودة جواه اوقات بيزهر لك اعلانات وانت رايحة الساحل وانت لسه على الطريق وانت مسافر مكان لقى حاجات جواه المكان اللي انت هتروحي ده ويقولك ان فيه نك فندق معين مطعم كافية مش عارف ايه فهو كمان بيقدر يعرف ان احنا على الطريق رايحين المكان الفلاني مسافرين ليه فده كله بيبقى عن طريق طبعا الـ AI ببساطة بيقدر يتتبعنا يعني والـ AI النهاردة في كل حاجة بقى موجود بقوة والسوشيل ميديا طبعا استخدموه لانه هم صنوع واساسا يعني فاسهل ما يمكن طبعا السوشيل ميديا دلوقتي بقت متدخلة في كل حاجة في حياتنا اكيد اه يعني لا استغناء عنها طبعا معروف اكيد لو بصنا على يومنا اكتر وقت في يومنا هو على السوشيل ميديا اكتر وقت بنيعمل حاجة في اليوم هو وقت السوشيل ميديا مظبوط عايزين نعرف بس يعني أهمية السوشال ميديا في التسويق من مشاريع التجارية عشان فين